حصل الاقتراح بمشروع بقانون اللي تقدم لمجلس الوزراء وتوافق في يناير من مجلس الوزراء ايه هو اي جواهر اي جواهر تعطي تأثير مخدر او تأثير ضر بالصحة العامة تخش ده دي القضية اللي اتضبط اتضبط المخدرات سبع كيلو بردقوش الماد دي سامة دي عبارة عن سم فلان دوا سراصير دوا سراصير سم فلان ودوا سراصير واسيتون وبيتحط على البردقوش ويتباع على انه مخدر الستروكس الناس عارفه الشباب عارف ان هو بيتعطى دوا سراصير لا ما يعرفوش طبعا ما عرفوش هو بياخده بتحصل له حالة من حالات السمية يروح لعند الدكتور بقى في البتاع بيجيله حالة ده البردقوش مش كيه ده البردقوش اهو اخبر حضك ويدي كلها المزيبات و بودرة الفران وبودرة السراصير هم بيحطوا بودرة فران على بودرة السراصير على الاسيتون على الاسيتون ويترش على البردقوش ويكيسوه ويباعوه على انه ده الستروكس ويتشارب ويتشارب يا نهاري سدوبنايا وفي ناس ماتت كتير من الكلام ده طيب ده ده المواد ده مواد سامة ده التابغ ده بيترش على التابغ الايه تابغ دخان يعني دخان darker Jen ده دخان وده بردقوش والبستلات دي فيها ايه؟ أسيتون أسيتون؟ أسيتون علشان مادة مزيبة يزيب البودر ده ويخليه يلتصق بالعشب بالدنيارة والكلام ده كله فيتلفى في سجارة فيتلفى في سجارة الزمون بياخد السجارة ياخد أول نفس يتكوم على طول يتلقى حتشوفه زي زي ما حضرتك بتشوفه بصف هنم التعديل في المادة أربعة وثلاثين مكرر فقط ده الرسالة دي مهمة هو عادات طب هم بيحطوا دول السراصير ليه؟ هو بيدي أولاً لما بياخد دول السراصير على دول الكلام ده كله وبيبتدي يشربه وبتحصله تشنجات ويبتكن تشنجات دي بقى سلطانة يعني يموت بعد كده يموت يعني بتحصله لا ما عايشة ناس هو في أصل التركيبة بيحطوا ليه دول السراصير مفيش ده مفيش حاجة اسمها الستروكس يتحط عليه دول السراصير يتحط عليه أتروبين ماشي يتحط عليه أملاح اللي هي اللي بتيجي من الخارج بتتحرب اللي هي أشباه القنابيات وتحط وتدي تأثير البنجو والقناب ده وارد إنما ده وصار تصير ده اسمه يعني ده اسمه الجش التجاري بقى في المخدر كمان حتى بيدرابه المخدرات حتى بيدرابه المخدرات فهو بياخد الفن المتعاطي ده بياخد السجارة يفكر بقى ان دي السرطانة تحصله تشنجات سمية ويتلقح في الأرض وفيه ناس ماتف من هذا الكلام السؤال الجرائم المرتبطة بلستروكس والفودو إحنا بسبعين في المجتمع جرائم جديدة جدا راجل يموت ولاده راجل مش عارف يدبح حد في رمضان هذه المواد المرتبطة برضه بالتعاطي المواد دي لأن هذه المواد شديدة الخطورة على العقل البشر وعلى الجهاز تغيب كامل يعني يدرأ يموت العيال ومراته اللي عمرها كلها وينتحر في الآخر هنا في المادة المادة 34 مكرر من قانون 182 لسنة 60 ده أصل قانون مخدرات في مصر المادة بتقولي وعقب بالإعدام كل ما نجلب أو صدر جواهر تخليقية ذات أثر تخديري ذات أثر تخديري إذن هو هنا ما أحددش المواد زي ما أحدك بتقول موسيقى موسيقى